رسميا مدربين هولنديين مدرب لقيادة منتخبنا للأولمبي والشباب ومدرب لقيادة منتخبنا للناشئين خلينا نشوف سيفي هؤلاء المدربين ورأيي عن هذول المدربين وهل راح ينجحون مع منتخبنا ومع فئاتنا العمرية أو لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوكم شخباركم شوالله تكونوا بألف خير وصحة معكم على ومقراته على ووتيوب بقناة أنزل المحتوى رياضي سوري إذا أنت مؤتم بهذا المحتوى لا تصدطنا لايك الفيديو سبسكرايب القناة وخلونا نبلش بالفيديو بلش بمدرب الناشئين أعلن اتحاد الكرة تعاقده مع المدرب الهولندي فيل كوفان بورن لقيادة منتخبنا للناشئين هذا المدرب يبلغ من العمر 60 عاما درب فئات عمرية لعدة أندية فئات عمرية دبو وليس أندية وليس رجال الأندية إنما هي فئات عمرية ناشئين أو شباب أو أولمبي لهذه الأندية اللي راح أذكرها الأهل السعودي والعين الإماراتي والشباب الإماراتي والرفاع البحرين وأيضا عمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ككشاف للمواهب الصغيرة هناك في السعودية وعمل أيضا مع الكادر الفني للمنتخب السعودي الأولمبي وأشرف أيضا على تدريب منتخب المجر تحت 21 عام وأكثر وحتى تدريبية مهمة له إشرافه على نادي وعلى الفئات العمرية لنادي إياكس أمستردام الهولندي الشهير طبعا المدرب فيه لكو راح يقود منتخبنا إن شاء الله في بطولة كأس العربي اللي راح تقام بالجزائر اللي وقعنا بهذه البطولة بمجموعة تعتبر صعبة قليلا مع مصر والسعودية واللبنان وهذه البطولة راح تقام 22 من الشهر الحالي والآن إحنا 14 يعني ما بقي تقريبا شيء 8 أيام لبداية هذه البطولة وليجي الآن على مدربنا الثاني الهولندي اللي سيفيو أقوى بكثير من مدرب منتخب الناشئين طبعا هذا المدرب راح يقود منتخب الشباب والأولمبي اسمه مارك فوتما واليده 1960 يعني يبلغ من العمر 62 عام عبدوا معي سيفيو إذا تقدرون ما شاء الله هذا المدرب صال وجال في ملاعب كرة القدم أول شيء حصل على شهادة بي آر او من الواف عمل مدربا لفريق تنهاج الهولندي عام 1992 ثم انتقل لتدريب نادي أوتريخت الهولندي منذ عام 1997 إلى عام 2000 يعني ظلثت سنوات يدرب أوتريخت وأوتريخت على فكرة يعتبر من أندية التوف في هولندا ثم درب منتخب الطواحيين الهولندية تحت 21 سنة وبقي معاهم موسمين كاملين لاحظوا هذا المدرب يظل مع الفرق اللي يلعب معها مواسم كثيرة معناته هذا المدرب يقتنعون في كل الإدارات الفنية اللي تتعاقد معاه معناته هذا المدرب مدرب ممتاز وجيد ثم انتقل لتدريب نادي فيلم الهولندي من عام 2002 إلى عام 2004 أيضا بقي موسمين كاملين مع النادي الهولندي فيلم ثم عمل كمدير كرة ومشرف على نادي فينورد الهولندي من عام 2004 إلى عام 2006 أيضا بقي موسمين معهم ثم درب الأهلي القطري موسم كامل من عام 2007 إلى عام 2008 ودرب الإسماعيلي المصري موسم كامل أيضا من عام 2010 إلى عام 2011 اسمعلي اسمعلي الآن الصاحقة ثم درب نادي ساوث هامتون الإنجليزي النادي الذي يقطن ويلعب في البريمر ليك عام 2009 درب نادي الرجال وأشرف على أكاديمية نادي ساوث هامتون هاي أكثر محطة تدريبية كانت قوية لهذا المدرب عمل كمدير فني للاتحاد الأسكوتلندي لثلاثة مواسم كاملة ودرب منتخب اسكوتلندا للناشئين عامين متتاليين كاملين هاي ترى على فكرة هاي الأعوام المتتالية والثلاث مواسم والموسمين هاي كثير الضيف لسي في المدرب فقام يشوف كل الأندية وكل المنتخبات تستقر عليه معناته هذا المدرب مدرب ممتاز ثم درب منتخب المغرب تحت عشرين سنة اسمع اسمع ثم درب منتخب المغرب تحت عشرين سنة أربعة مواسم متتالية من عام 2015 إلى عام 2019 هاي الجزئية ما حدا قام ينتبه عليه ما شاء الله يطول كثير مع المنتخبات ومع الأندية اللي يدربها عمل مديرا فنيا ومشرفا على نادي الوحدة الإماراتي عام كامل وموسم كامل من عام 2019 إلى عام 2020 ومؤخرا عمل مديرا فنيا ومدربا لنادي القادسية السعودي موسم كامل من عام 2021 إلى عام 2022 والآن أتى لاستلام وتدريب منتخب سوريا للشباب ومنتخب سوريا للأولمبي بإذن الله إن شاء الله هذا المدرب أنا متفائل منه كثير حاس أنه رح يطلع منه شيء نظرا واستنادا لهذا السيفي العظيم يلي صالوا جال به كل ملاعب أوروبا وحتى الملاعب العربي طبعا هذول المدربين قالت صفحة الاتحاد إنهم في طريقهم إلى سوريا ما عرف الآن إذا وصلوا على سوريا ولا لا ولكن بالساعات القديمة القادمة أو الآن سيكونوا في سوريا بإذن الله تعالى ما بدنا ننسى أنه نشكر الكابتن والأستاذ الكبير صلاح رمضان على هؤلاء المدربين لأنه بالفعل بأيام رؤساء الاتحاد السابقين ما كنا نشوك مدربين بحجم هذا المدرب يدربون منتخب الرجال مولة حتى منتخب الناشئين ومنتخب الأولمبي والشباب فشكرا صلاح رمضان ولكن في مشكلة أنا الآن تدوره مخي منتخب الرجال الآن الأيام تعدي والأيام تيجي وبطولة كاس آسيا تقرب والآن ما عدنا مدرب وبيعدنا بطولة أردن الودية لهذا الشهر من 19 إلى 27 هذا الشهر رح تلعب هاي البطولة وللآن منتخب الرجال ما عدنا مدرب فأتمنى يلتقى لحل هاي السال وحتى إذا تم تعيين مدرب محلي أتمنى ما نظل مسكين به ونحاول نجيب مدربين ذو سيفيات قوية مثل المدرب اللي اتعاقدتم معه تبع الأولمبي والشباب وهذا اقتراح من عندي أتوقع يفيد منتخبنا إذا لم تستطيعوا جلب مدرب لمنتخب الشباب واقترب موعد كاس آسيا فاجعلوا المدرب مارك فوتان يدرب منتخبنا للرجال لأن بطولة كاس آسيا اقتربت وكل المنتخبات تجاز إلا نحن ما عدنا حتى مدرب فأكيد بطولة كاس آسيا وفئة الرجال أهم من كل الفئات العمرية فإذا زنقتم عندكم أحلى مدرب وأحلى سيفي وأصحاكم تفرطون بهذا المدرب لأنه فعلا سيفي يحترم ويقدر اكتب لي رأيك انت بالتعليقات هذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا انبسطتوا أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته